لم يكد الجمهور الرياضي الجزائري ينسى خرجة مجار وكلمته الشهيرة حتى كتب فصل خامس من مصرحيات الدرب العاصمي الذي أجل من جديد لكن هذه المرة تحت رعاية والي العاصمة كلاسيكو الأرض مثلا بين البرسة والريال تعرف على موعده العالم بأسرح شهر أوتا الماضي يوم الإعلان عن رزنمة الليغة ونفس الشيء بالنسبة للقاءات الميلان واليوفي البيازي ومارسيليا وغيرها من المباريات الكبيرة والدربية عبر العالم غير أن الأمر مختلف تماما هنا بالجزائر وفي بطولة منحرفة آه عفوا بطولة محترفة مشاهد مصرحية الدرب المؤجل بدأت فصولها لما قررت هيئة قرباج تأخيره بسبب المنافسة الإفريقية على مرتين قبل أن يضع وزير الشباب والرياض الهدي والدع لبصمته لتجشين الفصل الثالثة ولأن العشب الطبيعي في الجزائر تحول إلى قضية دولة فقد كانت له الكلمة في الفصل الرابع من مسرحية رابط مليئ بالشهود لا عادل فيها للكرة ولا إمام للبرمجة لا إلهي سبع يل خذ بلك منهم وما همك شحان الرابطة الوطنية تتحمل مسؤولية برمجة المباراة العاصمية 48 ساعة قبل الانتخابات المحلية في سابقة تاريخية حولت الداربي إلى أضحكة دولية تاريخ عديدة أختيرت أيضا لهذا الداربي حيث خيل للجمهور الرياضي أنه في معركة عشور العاشر وقلب الأسد فهل ستقام مباراة الداربي رسميا في 28 من نوفمبر الجاري أم أن الرابطة سيكون لها رأي آخر كأن تضيف يوما في التقويم الميلادي أو تنقذ نفسها باختراع عيد جديد كعيد الأفراز أو عيد السيراميك